موسيقى اشتفوتني واحد من قتال يعني راجع في هذي يومين هذه البلاد المجاورة رجعوا بشكل كلام اللي هو سيدنا احنا نستنكر باسم الحلاق المغاربة بصفة عامة وصفة المغاربة بصفة عامة نستنكروا هذك الكلام ونحنا ضد هذك الفكرة اللي داروا هذك الناس ونحن سيدنا فقرسنا ونحنا سيدنا نفتخروا به الحمد لله دوليا معترف به دوليا الحمد لله احنا سيدنا اللي قال لنا نديروها يقول لنا تنطحوا في البحر ونطحوا معها في البحر مشيش غلطة شي واحد فينا شكرا سي عبد الرحمن كمكت في تقديم المشأة الحلاقة على مستوى مدينة الداربدة وعلى مستوى الوطني عاش مجموعة من الوضع اللي صعبة بعددك او خلال فترة الحجر السهي بالنسبة لكم انتوما اشنو الدور ديالكم من اجل تخفيف المعاناة ديالة الحلاقة اذا اولا شكرا جاتني بعد الفرصة باش نعود نحييي الاخوان ديالنا بصفة عامة في الداربدة ولا خارج الداربدة المغرب كله لان انا نقول بان الوحيد اللي احترم الحجر الصحيح هو الحلاق المغربي رغم المشاكيل اللي عندهم رغم الناس بعض الناس اللي يمساكن الله او عندهم صالون على قد اسمية المعيشة دياله صد محل دياله ما عندوش باش يتعشى ولكن الحمد لله احترموا الناس تلت شهور ديال الحجر الصحيح صدوا محل ديالهم وتنقول انا الحلاق الوحيد اللي احترم ورغم المشاكيل اللي كان والحمد لله ديالهم حالين شوية بشوية وكان الحمد لله كانت الدولة كانت تصنفنا الدولة مع الحمامات ومع القاعد الحفلات والحمد لله من اللي كان سيد الرئيس الحكومة احتقالها وعود في خطب اخر حيض الحلاقة كانوا سيسدوا اذي المدة كله فالحمد لله احنا كان الحمد لله ومشكره لحد الآن نصرهم تعيشوا مع الواقع بحالنا بحال اي حانس وممكن الملاحظ ان تم السامح لكم بالاشتغال ولكن بعض الحلاقة ما نقولش كله لكن بعض الحلاقة ما تتم احترام مسألة التبعود مسألة التعقيم ومثم كجامعة وماذا تقولكم وماذا تحسيس على هذه العملية حرصا على ان الحلاق يبقى حال المحل دياله ويبقى ينتاعش احنا يعني اش هذي نقول كل واحد هذي تحمل مسؤولية دياله احنا اللي علينا بلغنا والحمد لله ده كانت التواصل الاجتماعي اجتماعي تواصلنا معهم التواصل الاجتماعي الجروبات التليفونات الى اخرى ولكن الحلاق بحال ايها الناس ممكن يكون واحد غالطنا نقولوش او التاني كل شي را هم احترمش را كان الناس اللي احترموا المسألة القانونية التبعود كان الناس اللي داروا الكمامات كان بعض الناس قليل ماشي بززر بحالهم بحال الشعب المغربي بصفة عامة انتم تقلمش حال عادة تعال حلاق لكي عن مستوى الوطني هذا واحد احصاد دار في 2003 توقيله ما بقيتش عاقلش حال اللي كان سيد رئيس الاسبق سيد الاسكندر هو اللي كان دار واحد احصاد عندي ربما ما جبتوش معايا ولكن من قدرش نقول لك حتى ذاك الاحصاد لذاك الوقت حاليا دابا غادي يقول لي اكتر هذا الموضوع هذا احنا قدامين فيه ان شاء الله باش ندير واحد تنسيق مع غرفة التجارة ربما هي اللي عندها هاد الاحصاد هذا باش ان شاء الله نحصيهم القدام بالمناسبة تنحيي الاخوان ديال الاتلاف الوطني لانا كان واحد الاتلاف اخر اه جاء اه يعني داروه الاخوان ديالنا باتفاق ديال الاخوان كاملين الاتلاف الوطني يعني فيه فيه جاعة الهيئة اللي كنين دابا حاليا في المغرب في الجامعة الوطنية في النادي المغربي فيه اه جامعات المدارس فيه اه اه يعني جاعة جامع الهيئة اللي كنين دارو واحد الميتاق شرف ما بينهم على اساس باش ينوضوا بهذا القطاع ان شاء الله باش يندموا بالنسبة ان نسموك كجامعة وطنية للحلقة اشنال الخطوات ديالكم او البرامج ديالكم من اجل النوض بهذا الخطاعة det هو ماشي احد ماشي هاد جامعه عده ادتكون�ه انهن ديالنا ودور ديال الجامعه اعدين ربما یہد الجواب بده عاد نجاوبك عليه بان دار شلي دارت الجامعه في هذه المدة كلها عندنا وطائق داكش اللي دارت الجامعه أما بالنسبة للبرامجين إن شاء الله يوجد برامج آخر لأن هناك مشكلة آخر. ألا وهي الجامعة هذه لربعات سنين وهي واقفة؟ لماذا؟ حيث كان لقع إنشقاق بعض الأشخاص سمحهم الله واللوجة الجامعات يعني إحنا كجامعة جددنا المكتب دينا وضعنا الوصل دينا الولايات الربط وهمتاهم جددوا المكتب ديناهم وضعوا في نفس الولايات والنفس الواليين كلهم أعطي لنا الوصل وكان وقع واحد المشكلة بيننا وابقنا وقفنا دي ربعات السنين ونحن واقفين كاملين إحنا ولهما يعني هذه أربعة السنوات كلها بيضاء ولكن إن شاء الله كان نهيئو وإن شاء الله نديرو واحد جمال عام قوي اللي سيصير في القطاع الجديد إن شاء الله على المستوى تسكوين ماذا نولقى حيث كان المشكلين مطروا على تسكوين البحث يقول بأن ماشي جميع حلاقاء على عندهم نفس تسكوين كلتي تسكوين لحد مدة 6 شهر عام مدة غير كافية بالنسبة لكما كانت جميعا أشني الحوج اللي يدرتوه باش ترفعوه للتسكوين على الحلاق واشكين أصلا تسكوين وتسكوين مستمر بغيتم أقول لك أستاذ حتى ربما خللت تسكوين دربان هذه السنة اللي قلتك هتتكلم لي على المدارس المدارس كان عارفوا المدارس دائما راح غير بداية مع عمر المدارسة ما كتكمل التكوين التلميذ كيدوز واحد المدة معينة عام أو عام ونصف المدارسة وكيمشي للصارون يكمل تكوين دياله أما بالنسبة لحنا التكوين اللي كان نضرع عليه كجامعة تكون في المهنة الحلاقة كجامعة يوميا يدير واحد الوقت معين وواحد الأسبوع لها كنتكوين في الصبايا كنتكوين في الحلاقة للرجال كنتكوين في علاقة للنساء كنتكوين في تكوين ديال الحكام اللي كي يديروا تحكم في المهرجانات يعني هذا هو الدور ديال الجامعة هو هذا هو وش أنتما تديروا تتأديوا هذا الدور هذا في إعادة تكوين ساعدكم الحلاقة هذا هو أقصد من السؤال غير اللي بغيت نوصل لرواحد رسالة الله يزيك بخير كين دابا أنا كجامعة رمشي كل شيء معطرف بيا ما يمكنش قليلا نهدر على الحلاق المغربي في ساعة عامة كنظر على الناس المنخارطين معايا المنخارطين معايا ماشي أشخاص جمعيات عندي أنا دابا تابعين لي خمسة واربعين جمعية هما اللي كنتكلم معهم ممكن كان ليا نتكلم مع الشخص معين قول له أجيت هدا يقول لي أنا مقاما مطار فيك ملحقوا باش ما يعطرش بيا ملحقوا ولكن أنا كنتكوين وبرامج اللي كي يدير هو بالتنسيق مع الجمعيات المنخارطة معايا باش نقول لك راني عاد نكون المغرب كلور ولكن الحمد لله جاهد الائتلاف الوطني حيث الائتلاف الوطني تابع الجهات يعني اتناشر جهة كلها كلهم دخل في هذا الائتلاف وهم اللي يقدروا يجمعوا هذا تشمل هذا ديال التكوين على سعيد المغرب والصحيح أن الحلاقة والحلاقة يعني مهنة مهنة لا مهنة لها اللي ملقى ما يدار تتلحف هذا الحلاقة بلا موهبة بلا حب لد المهنة ماشي هي غير اللي بغايت تتلحلها غير هي يعني بالنسبة للتكوين سهلة شوية هذا هو المفهوم ديالها كان دب التلميه اللي يخرجون المدارس ما عندهم ما يديرو يعني اللي مكاني الميكانيك ما كيبغيوش فيه شوية ديال رك عارفش منو فيه حويش اخرى فيها شوية ديال التنبار ما كيبغوهاش كتجيوا ديكلمية هنة الخلاقة كتجيهم سهلة وفعلا سهله ودغيها كيتتعلم لحنا أنا كنتكلم معاك عندي مؤسسة الحمد لله أنا اللي كينشوف واحد تلميه تخرج من عندي ولقيته في محل معين مقدام واو دا المحل دياله او سافر بره انا كنفرح واش عدتكم الدعم لهاد الناس هذو اللي تياخدوا المبادرة وتدروا المحلات دير واش اسبقوا مواكبين هم ولا صعفي لا كيسلها غير واحد تتصال شخصي ماشي شي هنقول لك شي دعم كندعمهم ولا كجينا شي دعم من جهة معينة باش ندعمهم لا ما كينش حاجة معينة غير هو وانا كيف يدعون لك بالنسبة لي نحن كالتلاميذ اللي يخرجون من عندنا ونزيدك واحد قادية اخرى بان التلاميذ اللي يخرجون من المدارس ماشي كلهم يخرجون يعني معلمين ولا كل كل واحد اه على حساب واحنا بالنسبة لينا كمؤسسة في اللول ملك يجي التلميذ من اللول يبان لك بان راه باغي عنده رغبة ولكن راه الدروس يتعطاه والاساديدة اللي يقرروا بحال بحال ولكن يقدروا واحد المجموعة تخرج يعني يتخدموا هذا وانا قدروا مجموعة اخرى تخرج يمكن تأخذ ديبلوم دياله ولكن ما يكملش يعني هو ما بغيش يوصلها الدماغ دياله وانتو ما عندكم اشي تنسيق مع المركيسات تكوين اه احنا كمدارس عنا ماشي تابعين تكوين مهاني وزارة تكوين مهاني هي اللي تابع لنا معنا اما بالنسبة للجامعة تابعين وزارة الصناعة التقليدية اه واشا انتو ما عندكم تنسيق ما بين الطرفين بحلاش يعني الجامعة الوطنية واش عندنا تنسيق مع المراكي تتكوين لتابعة تكوين مهاني عندنا تنسيق مع الوزارة الوزارة ديال الصناعة التقليدية هي احنا اللي احنا اللي كان اي برنامج بغينا نديره احنا كجامعة كان ديروا تنسيق مع الوزارة كانت صادقين عليها هات كان ديروه ممكنش نديروش حاجة اما بالنسبة للمدارس عندهم مسائل قانونية تابعين تكوين مهاني يعني ضروري الشورط ديال المدرسة الى ما كانش فيك الشورط ما يعطيوك شبعدها الرخصة ديالهم وكيبقوا متبعين كين اللي كان سبيكتور اللي كيدورو مرا مرا كيدورو كيشوفوا المثال ديال المدارف واش مطبقينها ولا لا كين يعني كين يعني كيديرو لهم يعني بروسيات ماشي تكوين المهاني متبع المثال ديالها قانونيا شكرا السي عبد الرحمن المبليك وعلى قبلك الدعوة شكرا شكرا لقناة المحترمة شكرا السي حمد بوستة على الاستضافة شكرا المتتابعي قناة الفاس بريس والى لقائن جديد ان شاء الله